هذا يسأل يقول في قوله تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يسأل عن الأمشاج ما هي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية في سورة الإنسان التي تقرأ يوم الجمعة أجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثانية أحيانا وهي من سورة الإنسان الله تعالى ابتدأ قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل ليست استفامية هنا هل للتصديق بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما يكون أصلا ما موجود ثم أن الله تعالى خلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق مختلطة النطفة الحيوان المنوي يختلط مع البويضة ويتلاقحان هذه الأمشاج المختلط هذا ينمو سبحان الله نمو سريع ينمو سريع تتلقح وتنقسم عدة أقسام هذه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق اختلط ثم تبدأ تتقسم ثم تنمو أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يعني هذه الخلية التي تتلقح معها البويضة في أوقاتها الأولى تحمل جميع العناصر فيها السمع وفيها بصر وفيها عقل نوات لكل شيء الصغير الله خلق فيها جميع هذه الأشياء تنمو 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 حتى تصير إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا ينمو ويتعلم علم الإنسان ما لم يعلم ويتكلم يرزقه البيان علمه البيان ثم يكبر فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل رب العالمين يبين لك الطرق طرق الخير وطرق الشر مثل ما قال الله وهديناه النجدين ومثل ما قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أنت للزكي نفسك بإرادة الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أنت أنت اللي تدسي أنت اللي تهلكها والآية الأخرى قد أفلح من تزكا وذكر اسم ربه فصلى أفلح الذي يطيع عوامر الله هو المفلح فهذا معنى أمشاط معنى أمشاج معنى أخلاق نعم نعم